هناك فيديو أريدك أن ترغب علي وقف الحلوة على الإذاء الرائع هالشيكي هالجمال غالباً أنا كنت زكزكة لا، لكن الوقت كان المشكلة مختلفة كلياً كان الناس فكرت شي إنه أنا مختلفة أنا أحلام كان خلاب بمطرح تاني بيشي بيتعلق بالعقود أنا أصحاب أنا وأحلام جداً ده كان معمول على شانل شو؟ كان ستيج يعني؟ لا والله لا لا أحلام صديقة ممتازة لكن شريك مزعج يعني بقرب آيدل كانت شريك دي بالقرار بفويس كانت صديقة وكنا نتنافس على الأسواب بالعكس ما في أحلام منها بس بقرب آيدل لأنه كنا شركة بالقرار كان في كتير إزعاج بالعلاقة بينتنا فما كانش شو أبداً ما كانش فيه اتفاق على أي حال؟ لا بس أنا كنت زكزكها صح أنا أزعجها أيام عشان هيك طلع فيها عشان بحبها عشان بتحبها عشان بتحبها أحب يشوف الجنون يعني يطلع منها إحنا كلنا بنحب الملكة أحلام بجد دماء طيب وقلبها طيب بجنب وهي إنسانة جميلة والله ليه تريقت عليها لما هي أخدت اللقاح؟ لا هو كان لسه واصل اللقاح لسه ما وصلش على عالمنا العربي وكنا ما سمعناش فيه فقال لي أخدت لقاح فقلت له والله أنا ما سمعتش إنه في لقاح ما تريقتش قلت له عن جد يعني هي مهضومة إنه ممكن بس قلت له أنا ما سمعتش باللقاح وفعلاً كان لسه يعني عم تحكي من ستة شهور من دلوقتي كان لسه الموضوع فأوله يعني أنا ما كنتش كنت سامع إنه عم بيطلعوا لقاح وطبعاً نو واي إنه حدا ياخده كان مرعب بفكرة اللقاح وكان يجي أخبار على السوشيل ميديا وبالجرايد وبالتلفزيونات إنه اللقاح فيه حاجة من مش عارف إصيدرة على النانو تكنولوجي ومش عارف إيه فأنا وقتها أنا أكيد إنه هي ما أخدتش اللقاح عشان كده اتحكي ليه أحلام قالت كده إنه هي لازيزي بالطبع الإخبار ما كانش حد ياخد اللقاح أساساً كان لسه عم يحكوا فيه ولسه وصوله يمكن للإمارات كان بعد أول وصوله لا يعني ما فيش حد قدي كان عم يتابع التلفزيونات يعني أنت حسيت إن هي بتبالغ في الوقت ده هي بتحبت دايماً تكون موجودة يمكن يمكن هيك بأقول هي طبعاً موجودة بأفنيها بس لأنها أخدت اللقاح وقتها كنت شفتي على الإنستجرام بتاعها خمسة آلاف صورة إن أخدت اللقاح أنت عارف أنه هي كلمة تحرك بتحط فممكن حدث زي ده وهي ما تحطوش فقالت له مهضومة يعني أنا ما مصدقش إنه ما صدقتش ولحد دلوقتي أنا مش مصدقها إنه وقتها خدت اللقاح لكن دلوقتي كل الناس خدت اللقاح طب إنت هتاخده؟ هاخد طبعاً رحت فعلاً لعازة لوالد جورج واسفوف وقبلته برغم إنه هما كانوا كتبين ممنوع التقبيل صح 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 عملت إيه بعدها؟ ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة؟ ما قالكش أي حاجة لا يعني أنا حضنته يعني أخدته بالحضن كده ويعني ما يعني ما فيش نفس عن نفس يعني ما فيش بس حضنته وبعدين لما عادنا مع بعض بالعكس كان نفس أكتر كنا عم نحكي مع بعض فعلقوا على الحضن ده ما علقوش على الكلام